بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد اللقاء معكم في الدرس العشرين من سلسلة الدروس المتعلقة بالتعريف بالمذهب المالكي وتحدثنا في الدرس السابق عن سماعات أصحاب مالك عن مالك ونتحدث في هذا الدرس عن أهم سماعات تلاميذ أصحاب مالك عن أصحاب مالك هذه الطبقة التي جاءت بعد أصحاب مالك ولم تلقى مالك لكن أخذت عن أصحابه ويلاحظ أن العلماء الذين أخذت عنهم هذه السماعات هم ابن القاصم وأشهب وابن وهب وعبد الله بن عبد الحكام وابن الماجشون ومطرف وابن مسلاما والمغيرا وابن كينانا وابن دينار وابن نافع هذا أشهر من أخذت عنهم هذه السماعات التي دونها المالكية في كتبهم التي سنتحدث عنها إن شاء الله وتعالى فيما يستقبل من الضروس أن نتحدث عن بعض هذه السماعات وأهمها ونبدأ بسماع أصبغ ابن الفرج عن ابن القاصم 22 كتابا وهذا أصبغ من المصريين وفاته سنة 25 ومائتين وتسمى هذه السماعات وهذا السماع يسمى مجالس أصبغ ويسمى أيضا مجالس أصبغ ويسمى سماع أصبغ من ابن القاصم ينشور به سماع أصبغ أو مجالس أصبغ وقد أخذه عدد من الأندلوسيين ومنهم أحمد العتبي أدخل سماع أصبغ هذا في كتابه العتبية وقد ذلك ابن حبيب أدخله في الواضحة وجمع كل ذلك ابن أبي زيد القرواني في النوادير والزيادات سماع تاني وهو سماع أبي زيد بن أبي الغمر عن ابن القاصم وهو مجموع في العتبية واعتمده المالكية سماع آخر وهو سماع عيسى بن دينار القرطبي عن ابن القاصم عشرون كتابا وهذا السماع كما قال ابن حارث الخوشاني هو أكمل الأسمعة وأجمعها وهو في العتبية وكذلك سماع آخر رابع سماع حسين بن عاصم الثقافي هذا وفاته سنة مئتون وثمينة هجرية عن ابن القاصم وغيره ومنه نقور في العتبية سماع خامس وهو سماع محمد بن عيسى الأعشر القرطبي عن يعني ابن القاصم وغيره وهذا وفاته سنة مئتين وثمين وثمينة هجرية قال محمد بن عيسى هذا دخلت مصر فرويت بها أربعين ألف مسألة يعني يريد عن ابن القاصم وأشاب سوى ما رأوه من أصحاب مالك مدني سماع آخر وهو سماع الحارث بن مسكين المصري متوفزة بنت الخمسين هجرية عن ابن القاصم وابن وهب ويتضمل مجالس ابن القاصم التي رويها الحارث بن مسكين عنه سماع آخر وهو سماع سعيد بن حسان الصائغ من أشهب هذا وفاته سنة مئتين وثلاثة وثلاثة هجرية وهو مولى الأمير الحكم بن هشام رحل إذا المشرق سنة مئة وثبعة وثبعين هجرية وعاد إلى أندلوس سنة مئتين وربعة هجرية وأخذ في رحلته عن أصحاب مالك منهم أشهب ومنه استكتر وعن غيره سماع آخر وهو سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر أبي إسحاق البرقي هذا وفاته سنة مئتين وثلاثة وثلاثة هجرية سماع من أشهب قال عياد له مجالس وسماع كتب من أشهب حميلة عنه سماع تاسع وهو سماع يحيا بن يحيا الليتي صاحب الرواية المشهورة للموطة قال ابن عبد الضر سماع يحيا بن يحيا الليتي من ابن القاصم مسائله وحمل عنه من رأيه عشرة كتب الكبار أكثرها سؤاله هو سماعه وهي التي تسمى عشرة يحيا بن يحيا وقد ضمها العتبية سماع عاشر وهو سماع عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة سماع من المصريين وغيرهم وعليها على هذا السماع أو على هذا السماع اعتمد في واضحته سماع زونان وهو عبد الملك بن الحسن بن أبي الحسن قال ابن حارث خشني لقي زونان بن وهبين وابن القاصم وغيرهما وحمل عنهم وسماع زونان هذا موجود في العتبية أيضا سماع آخر وسماع هارون بن سالي من القرطبي متوفى سنة 28 هجرية قال عياض وأدخل العتبي من روايته أي من رواية هارون هذا في المستخرجة في كتاب الأيمان بالطلاق كذلك سماع آخر وهو سماع سحنون بن سعيد عن بن القاصم وأشاب وغيرهما عشرون كتابا وهو مذكور في العتبية بإضافة إلى ما سمع عن القاصم في المدونة سماع آخر وهو سماع محمد بن خالد بن مرتين أو مرتانيل سماع محمد بن خالد بن مرتانيل متوفى سنة 220 هجرية سماعه عن بن القاصم وهو مذكور في العتبية سماعه عبد الرحمن بن أبي جعفر الضمياطي متوفى سنة 226 هجية سماعه من بن القاصم وأشهب وابن يوهب جاء في الديباج لابن فرحون منصو وسمع أي الضمياطي من كبار أصحاب أي أصحاب مالي كبن يوهبين وابن القاصم وأشهب ولهو عنهم سماع مختصر مؤلف حسن وهذه الكتب معروفة باسمه الضمياطية انتهى كلام ديباج سماع أخير هو سماع موسى بن معاوية متوفق هذا السماع سماع موسى بن معاوية عن ابن القاصم وفاته سنة 225 ومذكور في العتبية هذه السماعات وغيرها هي التي كانت المادة الأساس للكتب المؤلفة التي اعتمدها المالكية بعد ذلك ومن أهم أو أهم هذه الكتب ليس ليسا من أهم أهم هذه الكتب التي دونت عن السماعات هي ما يسمى بالأمات والدواوين في مدى بالمالك وعلى رأسها المدونة و لسحنون وكذلك واضحة لابن حبيب والعتبي للعتبي وإن شاء الله تعالى سنتحدث عن كل ذلك فيما يستقبلوا من الضروس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر